المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله عرضنا الإخبار من قناة الشروق والبداية بأبرز العناوين اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية الشمال بزعامة الحلو على سئنا في الطفاوض أوساط سياسية وشعبية تعبر عن ارتياحها لعودة الحركة الشعبية جناح الحلو للطفاوض توقعات بوضع مصفوفة تنفيذ اتفاق الحكومة والجفهة الثورية في غضون أيام أهلا بكم إلى التفاصيل اتفق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبدالعزيز الحلو على سئنا في الطفاوض بين الحكومة والحركة وأمن اجتماع جمع حمدوك والحلو في العصمة الإثيوبية على رعاية دولة جنوب السودان للطفاوض واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق تحدد منهجية الطفاوض والاتفاق على إقامة ويرشي طفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للطفاوض وفي مقدمتها علاقة الدين والدولة وحق تقرير المصير وقال بيان مشترك إن الجانبان يستندان إلى الرغبة الشعبية المؤكدة في إنجاز قطيعة مبدئية وجذرية مع سودان الماضي المتسمي بهيمنة الظلم والتهميش والتميز والتخلف عبرت أوساط سياسية وشعبية عن ارتياحها لاتفاق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال عبدالعزيز الحلو على إسئناف الطفاوض وشهد مطار الخرطوم تجمعا لروابط وكيانات مجتمعية للتعبير عن تأييدها للاتفاق الذي يمهل السبيل لإجراء مفاوضات بين الحكومة والحلو وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اختتم زيارة لإيثيوبيا استغرغت ثلاثة أيام أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع عبدالعزيز الحلو انتهت بإصدار بيان مشترك اتفق فيه الطرفان على الاستمرار في الطفاوض رحب تجمع المهنيين السودانيين باتفاق المبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ووصف الخطوة بالهمة على طريق السلام الشامل وقال تجمع المهنيين السودانيين إن تولي الحكومة تنفيذية لمفاوضات تعتبر غفزة إلى الأمام على طريق السلام وثمن تجمع المهنيين الخطوة من جانب الحكومة ورئيس الوزراء واعتبرها وصلا للإعلان السياسي الذي وقعه تجمع المهنيين السودانيين مع الحركة الشعبية شمال في يوليو المنصر وأشار التجمع إلى أنه يتطلع إلى أن تكلل المفاوضات بالاتفاق الشامل وتمتد لتشتمل وتشمل رفقاء الكفاح في حركة تحرير السودان قال حزب المؤتمر السودانيين الاتفاق الذي جرى بين سلطة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السوداني شمال يمثل اختراقا مهما في طريق استكمال عملية السلام بالبلاد مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية تؤكد حرص الجميع على السلام الشامل وأعلن المؤتمر السوداني حرصه على استئناف حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور انخراطها في عملية السلام أضاف أنه سيفذل أقصى الجهد للتواصل مع كل الأطراف من أجل أن يكتمل السلام الشامل العادل الذي يضم جميع الأطراف دون استثناء قال السفير البرطاني بالخرطم عرفان صديق أن الالتزام بإيجاد حل لقضية الدولة والدين ضمن العملية الدستورية ضروري لضمان أقصى قدر من الشرعية وأبدأ عرفان سعادته بالتوقيع على إعلان المبادئ بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو الخميس بأدس أبابا ووصف عرفان في تغريدة له اليوم الجمعة على حسابه بتويتر الخطوة بالمهمة نحو السلام وأضاف نشيده برئيس الوزراء حمدوك والحلو على هذه الخطوة الشجعة توقع مقرر لجنة الوساطة لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية ضيمتوك الفراغ من وضع مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجفهة الثورية في أغضون عشرة أيام وتواصلت اجتماعاته لجان المصفوفة في العاصمة الجبة وذلك لتنفيذ اتفاق السلام وقال مقرر لجنة الوساطة لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية ضيمتوك إنه تم الانتهاء من الترتيبات الأمنية لمسار دارفور والقضايا القومية وأوضح مطوك تم تقسيم العمل لثلاث لجان وهي لجنة لمناقشة قضية النازحين واللاجئين لمسار دارفور ولجنة لمسار الشرق ولجنة للترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين وأضاف مطوك تم تحديد أسبوعين للانتهاء من عمل اللجان الترتيبات الأمنية في دارفور انتحدت والقضايا القومية برضو الورقة بالقضايا القومية انتحدت أمس برضو واليوم قسمنا للثلاث لجان اللجنة الولية هي لدارفور وبدأ أمل بتاو ببرتكولجا النازحين نتمنى أنه تنتهي اليوم مسار دارفور طبعا فيها تمانية برتكولات واحد منها هي ترتيبات الأمنية ينتهي أمس واليوم الناس بدأوا البرتكول وتنازين إن شاء الله تنتهي النهاردة استقبل الوفد الحكومي برئاسة شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالية اليوم استقبل الوفد النسائي القادم من السودان لحضور احتفالات السلام وقال عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام إسبعيل التاج إن لقاء اليوم كان عن الدور الفاعل لمشاركة المرأة في الثورة وأضاف التاج نحن الآن في مرحلة وضع المصفوفة وسيشارك الوفد بعدد مقدر لوضع المصفوفة تأكيدا على الدور النظالي للمرأة السودانية منذ الاستقلال هذا وقال السامية أرقاوي عضو مبادرة لا لقهر النساء أتينا لجبه للمرة الثانية لدعم عملية السلام في جنوب السودان وقالت إن الوفد النسائي يلتقى كل مكونات الجبهة الثورية وابدى الحكومة المفاوض وأضافت واصلنا ما بدأناه في الجولة السابقة وقدمنا رسائل لدعم الأجندة النسائية ومشاركة النساء في اللجان المنفذة للاتفاق واليوم كان الحديث حديث عن دور مشاركة المرأة ودور الفاعل في الصورة ودور أيضا في تقديم مخترحات جيدة جدا أثناء عملية التفاوض والآن نحن في مرحلة وضع المصفوفات وسوف يشارك الوفد في وضع المصفوفة بعدد مقدر تأكيدا على همية دور المرأة السودانية دور النضالي منذ الاستقلال ونحن سعيدين بوجود هذا الوفد وتأكيدا على أن المرأة استطاعت من خلال صورة ديسمبر المجيدة أن تحتل المكان المرموضة نازلت متواصلين مع كل أطراف التفاوض وقدمنا مخترحات وعندنا أساسا نحن قدمنا من الزيارة السابقة رسائل لدعم الأجندة النسوية ومشاركة النساء في المفاوضات أساسا قدمنا كان عندنا الانتماع مع غادة الحركة السورية قدمنا لهم أنه قدمنا لهم مخترحات أنه النساء يشاركا في الليان لتنفيذ الاتفاوضية أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرئيس السودانية أن مناسب نهر النيل العليا الحالية في الخرطوم سوف تستقر وأعلنت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم الجمعة أن وارد محطة الدم عند الحدود السودانية الإيثيوبية سيسجل انخفاضا غدا السبت استنادا إلى كمية الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق خلال الأيام الماضية وأشارت وزارة الرئيس إلى استقرار إرادة أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين لكن اللجنة حذرت من وجود سحب ماطرة غزيرة داخل السودان قد تؤدي لسيول وجريان الخريان وأدعت لجنة الفيضانات وزارة الرئيس السودانية الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حذرت الهيئة العامة للأرصال الجوية في السودان من أمطار غزيرة في ست ولايات خلال الساعة المقبلة وقالت الهيئة في تقرير صادر اليوم الجمعة طلع عليه باجنيوس إنه من المتوقع ظهور سحب رعدية قد تؤدي إلى هطول أمطار مصحوبة برياح عالية السرعة في ولايات القضارف جنوب دارفور غرب دارفور وسط دارفور جنوب كردفان غرب كردفان وطالبت وحدة الانذار المبكر مستخدمي طرق المرور السريع وقاتل المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة وجهت والي ولاية نهر النيل أمن المكي دائرة القطاع الصحي بوضع الاحترازات والتدابير اللازمة للتصدي لأمراض الخريف وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمتأثرين جراء الخريف وأعلنت خلال تفقدها مستشفى بربر حالة الاستنفار القصوى حتى تتجاوز الولاية المخاطر الصحية في ظل الوضع الصحي الماثل وأكدت دكتورة أمن المكي أن الأوضاع الصحية الحالية خاصة بمناطق المتأثرين من السيول والأمطار والفيضان تحتاج بديد والعون والسند لمجابهة الأمراض التي قد تنجم جراء تداعيات الخريف وقالت أمن المكي من المناطق المتأثرة بالفيضان وفي الخرطوم ما يزال فيضان نهر النيل يحاصر جزيرة توتي رغم أن الوضع تحت السيطرة على مياه الفيضان حتى الآن بفضل الجهود الرسمية والشعبية لحماية الجزيرة وناشد مقرر لجنة درء السيول والفيضانات بجزيرة توتي مجتبع حامد ناشد الجهات الرسمية بمدهم بالتراب وجوالات الخيش الصغيرة نسبة لفعاليتها في منع تسريب المياه وإمكانيات حملها لمسافات بعيدة كما شكر بقرر اللجنة الجهات التي ساهمت وقدمت يد العون لدرء مياه الفيضان عن الجزيرة كما تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن قاضي جزيرة توتي ووقف على المناطق المتأثرة بالفيضان بالجزيرة وثمن مولانا قاضي دور الجهات الرسمية والقوات المسلحة في المساهمة بالآليات والقلبات في نقل التراب وعمل الردميات وفي ولاية الخرطوم تأثرت أجزاء واسعة من مدينة درمان بفيضان نهر النيل الذي تشير التقارير الرسمية لوزارة الري إلى وصول المياه في النهر إلى مناسيب قياسية متجاوزة مناسيب مرتفع سجلت قبل مئة عام وغمرت مياه نهر النيل منطقة الريف الشمالي الذي يمثل الرافض الرئيس للعاصمة الخرطومة بالخضروات وتأثرت العديد من المنازل بمياه الفيضان وباتت عشرات الأسر بحاجة إلى المأواء اتتحى فيضان النيل الأزرق بولاية السنار الأحياء الشرقية بمدينة سينجة مخلفا أضرارا كبيرة في المنازل والممتلكات حيث يعيش السكان هناك أوضاعا إنسانية صعبة بعدما فقدوا المأوى والأمتعى عاش سكان الأحياء الشرقية بمدينة سينجة أوضاعا إنسانية صعبة للغاية عندما اتاحهم فيضان النيل الأزرق ليلا مخلفا أضرارا كبيرة في المنازل والممتلكات سعاد أحمد علي تحكي قصتها مع الفيضان تقول إنها أصبحت بلا ماوى ولا أمتعى البحر دي جعله بيغافله ودررنا ضرر شديد فقدنا دواليب وفقدنا العدو وفقدنا المراد وصراير وصل بالحمد لله بركة في الأرواح بيوتنا وقعت الحمد لله وقعت مدبخ وقعت عريش وقعت السور الحمد لله وضع على وشك الموية في المروحة والله آخرون مثلها تعرضوا لخسائر فادحة وطعطلت أعمالهم التجارية بفعل الفيضان يا تناس مربوطة بس جعانين والله أنا فطور ما فطرت منا الصباح لا في العيش ما في والأفران دي كلها بجاي وقعت 11 فرم وقعت كلها ضررت كلها مليانة دقيق حس الأفران دي كلها مليانة دقيق وكلها قبواتها وقعت ويقول السكان المحليون إن هذا الفيضان لم يشهدوا مثله من قبل متجاوزا كل المناسب السابقة بينما أطلق متضررون نداءات إنسانية عاجلة للحكومة المركزية والمنظمات بالتدخل العاجل لمساعدتهم أنا دار أقول من خلال هذا التصريح وهذا التقرير إن حكومة ولاية سننار لها الدور الكبير في هذا الفيضان لأنها لم تعمل مبكرا يعني في ردمة جسر الواقع لمدينة سنجا يعني تهاؤن المسؤولين في هذه الولاية وفي هذه المدينة هو أدى إلى الفيضان في كل عام ظل فيضان النيل الأزرق بولاية سننار يهدد عشرات القرى والأحياء بالغرق الأمر الذي يضع حكومة ولاية سننار أمام تحديات كبيرة تحتاج لمعالجات جذرية السماني أحمد عمر الشروق ولاية سننار مدينة سنجا عرضنا للإخبار متواصل معكم من قناة الشروق فيه عقب القاصل ترتباط لتوفير المياه لزراعة 700 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم إلى أخبارنا العالمية دعا الرئيس القبرصيني كوس أنستسيادس تركيا إلى وقف التصعيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط أشار الرئيس القبرصي للحاجة إلى إجراءات لمحادثات لحل الخلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز وأعرب عن قلقه إذا التوتر في البحر الأبيض المتوسط واعتبره تهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها وقال الرئيس القبرصي هناك عدوانية مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها وأوضح أن قبرص تواجه وضعا خطيرا للغاية ودان أنقره لما اعتبره استفزازات وانتهاكات للقانون الدولي تخرق المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص وشدد على أنه إذا اتخذت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخطوات اللازمة يمكن أن نتفادى المزيد من التصعيد أمرت السلطات في مدينة روتشيرس الأمريكية بوقف سبعة ضباط شرطة عن العمل وذلك على خلفية مقتل رجل أسود كان قد توفي متأثرا بالاختناق من جراء تقييد حركته في قبضة شرطة المدينة وكان دانيال برود البالغ من العمر 41 عاما يعاني بمشكلات نفسية عندما أوقفته الشرطة في شهر مارس وقيدت حركته ألبسته غطاء وجه واقي مصمم لحماية عناصر الشرطة من بسق الموقوفين وفي إعلان توقيف ضباط الشرطة قالت عمدة مدينة روتشيرس لابلي وارن إن عنصرية نظامية قادت إلى القتل وكان مصرع دانيال في شهر مارس لكن لم يتم الإعلان عنه إلا مؤخرا وقد وقع الحادث قبل شهرين من مقتل جورج فلويد الذي أشعلت وفاته موجة من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ولوحشية الشرطة في الداخل الأمريكي وحول العالم رصد فريق إنقاذ تشيلي ما يعتقد أنه نبض لشخص حي تحت حطام أحد أبنية منطقة مار مخايل والتي دمرها تفجير مرفأ بيروت قبل نحو شهر من الآن أتى الفريق على نفقته الشخصية وبمساعدة كلبة مدربة لكن كثيرين اتهموا سلطات رسمية بعدم التعاون مع الفريق التشيلي والتأخر في جلب المعدات اللازمة إلى موقع البحث وبينما تتواصل عمليات البحث عن ناجي المحتمل عبر معلقون على تويتر عن صختهم من طعاط المسؤولين مع أرواح اللبنانيين أي اعتبر الفريق التشيلي من الفرق التي تتمتع بسجل ممتاز في مجال العمل في مناطق الكوارث إذ شارك من قبل في المهمة الشهيرة في منجم في تشيلي والتي انتهت بإنقاذ نحو 33 عاملا من عمال المناجم بعد قضائهم لحوالات 69 يوما على عمق نصف ميل في باطن الأرض في العام 2010 وفي أخبارنا الاقتصادية أعلن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أن وزارته أكملت ترتيباتها لتوفير مياه الري اللازمة لزراعة 700 ألف فدان قمح في العروة الشتوية بمشروع الجزيرة بزيادة انتصل ل300 ألف فدان عن الموسم السابق وخلال لقائه والي ولاية الجزيرة شدد وزير الري على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات وتوضيح العلاقة بين المزارع والمفتش الزراعي في تحديد طلبات المياه مناشدا بضرورة تفعيل قانون عدم التعدي على الحرم النيلي من جانبه ناشد والي الجزيرة وزارة الري بمضاعفة الجهود والإسهام في تطوير مشروع الجزيرة ووجه المزارعين بالقيام بدورهم تجاه التعاون المشترك مع مفتشي الري وإيقاف التعديات على منظمات الري والتحكم والسيطرة في المياه كانت سيارة لتفقط سير العروة الصيفية في مشروع الجزيرة خاصة بعد الأمطار الغزيرة في بعض الأجسام والاستعداد لتوفير مياه الري بعد وغوف الأمطار وده أكبر تحدي لأنه يا جمع كل المساحات كل المزارعين بطلبوا المياه في فترة واحدة وده بشكل ضغط كبير جدا على شبكة الري لذلك للزيارة التفقودية يوم أمس تحسبا لهذا الموقف الذي ربما يحدث بعد وغوف الأمطار مباشرة حوالي منتصف سبتمبر أو الأسبوع الرابع الثالث والرابع من سبتمبر قالت وزيرة البالية إن آلية تعظيم الإرادات لتقليل الفاقد والوقوف على الأداء العام للوحدات الإرادية الهدف منها مراجعة الأداء العام للوحدات الإرادية بما يضمن انسياب كافة إرادات الدولة لحساب الخزانة الواحدة تحقيقا لولاية المالية على المال العام وقررت الوزيرة إيقاف أي تجنيب من أي وحدة مالية واسترجاع كافة مبالغة مجنبة مع وضع الآليات المناسبة لضمان تقديم تقارير دورية عن الهيئات والمؤسسات الحكومية ومراجعة قدرات ومؤهلات العاملين المكنفين بالإشراف ومتابعة أداء الهيئات والشركات الحكومية وتصنيف كل الهيئات والشركات الحكومية من حيث الأداء وتنفيذ الدور المنوطبها إضافة إلى تقييم كل الأصول الثابتة والمتحركة والمالية وتشمل الأراضي والمباني والاستثمارات والودائع وفي أخبارنا الرياضية تتوقع الأوساط الرياضية صدور قرار من الاتحاد السوداني لكرة القدم بسئناف النشاط الرياضي يأتي ذلك على خلفية تقارير رصفية دعت الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وكان اتحاد كرة القدم السوداني علق بطولاته بناء على قرار من السلطات الصحية بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا أتوقع يتمسك الاتحاد بقرار تجميع أندية الدرجة الممتازة بالعاصمة الخرطوم لإكمال المنافسة على الرغم من أن الخطوة تجد معارضة من قبل أندية بالدرجة الممتازة إذ تعتبرها غير عادلة قرر القطاع الرياضي بنادي الهلال العاصمي استئناف إعداد فريق كرة القدم يوم الاثنين المقبل وكان القطاع الرياضي عقد أول اجتماع له بعد تسميته من قبل لجنة تسيير النادي والتي عينها رئيس اتحاد الكرة خلفا لمجلس الإدارة الذي انتهت فترة عمله الشهر الماضي ويعقد القطاع الرياضي لنادي الهلال اجتماعات مكثفة لبحث عدد من الملفات واحتياجات الفريق خلال المرحلة القادمة وكان مجلس تسيير النادي أكد حرصه على تدليل العقبات التي تقف أمام فريق كرة القدم وفي مقدمتها مستحقات اللاعبين المتتالية إلى جانب العمل على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة التزييرات المقبلة في ختام عرضنا الإخباري إليكم تذكيرا بأبرز العناوين اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية الشمال بزعمة الحلو على استئناف التفاوض أوصات سياسية وشعبية تعبر عن ارتياحها لعودة الحركة الشعبية جناح الحلو للتفاوض توقعات بوضع مصفوفة تنفيذ اتفاق الحكومة والجبهة الثورية في غضون أيام تكامل عرضنا الإخباري وفي ختامه تحياتي والفريق العامل حتى جديد اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة